القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المادة الخامسة من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة الثالثة أعلى في إطار من التكامل والتناسق والالتقائية بين مختلف مكوناتها ومستوياتها تقوم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالوظائف التالية التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل والتأثير نشر المعرفة والإسهام في تطوير البحث والابتكار ودعم التميز والاستحقاق الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية أخدا في الاعتبار حاجات البلاد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئية تحقيق الاندماج التقافي للمتعلم وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه إدماج البعد التقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية بما يكفل تعريف الأجيال القادمة بالمورود التقافي الوطني بمختلف روافده وتتمينه والانفتاح على التقافات الأخرى وتنمية التقافات الوطنية المادة الخامسة المادة السادس يعتبر تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات التقافة والإعلام والاتصال من أجل ذلك يتعين على الذولة أن تتخذ تبقى لأحكام هذا القانون الإطار ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المذكورة والصهر على تنفيذها كما يتعين أن تساهم الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى كل فيما يخصه في تحقيق الأهداف وأن تنخرط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها